سونا اتهميت بالجملة الساعة في نص ساعة الأولى ظهر لي الرئيس الجامعة ودي على الجارية أكيد أي حد نتصور يحب يدخل من هو السيد الرئيس الجامعة ولا أي حد تشبدو ولا أي حد من المكتب الجامعي مرحبا بي ولا وإنه كلمناهم بشي الدخل معنا إن شاء الله في الساعة ثانية لكن ما حبوش الدخل اسمح لي رد ورحم قاموا بالرد كاملا خلت الكلام اللي نقولوا فيه احنا تو أروا خرج في تقرير هيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة المالية خرج تقرير أولي وبعثت لهم قاتلوا معتيني الرد متاعكم على كل نقطة ورجعوا الرد متاحهم وخرج في التقرير النهائي كل الردود متاحهم موجودة في التقرير فالرد متاحهم راهو موجود ومقتلهم اللي منشور ونصورة الواج بالضبط وفيه كل التفاصيل وكل كلم اللي نقولوا فيه وكل التهم مش أحنا التهم راهو راه هيئة رقبية حكومية قامت فيها خبراء قامت بعملية تدقيق مطولة وخرج بالنتاج هذه راهو مش احنا اللي قاعدين جيموا في التهمات احنا فقط قاعدين نقرأ وفي تقرير رقابي لهيئة حكومية محترمة وعندها تاريخ في العمل الهذاية وابعيدة على التجذبات ولا عندها لا في الكورة لا في الجمعيات لا في الجهويات باي شنية حكاية الأدوية الأدوية نحكا لين جيت حكا لين باي طونا نعمل باي آآ القاها التقرير اللي الجام عشرية ستينمائة مليون دوان منهم مئتين وخمسين مليون من صيدلية واحدة المحمدية حكا؟ في المحمدية اللي ما عندها حميه اللي هي قريبة المقر الرابطة للجامعة اللي هي بحذاهم ما مش مشكلة هناك لا مشكلة خاطر نتجري في الدواء سمحني عندك فرماسيين قبلتك ماشي للمحمدية باش ناخد دواء اللي موجودة مقبلني مش مشكلة منين نشل دوان لا 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 سمحك طبع مشكل وين مشكلة ان قيمة الأدوية الضعف 8 مرات اي اي اه هذا مشكل لا لا سمحك اذا فسلك اذا فسلك عليش باي وين تصير الشبهات هي انا عندي فرماسيين قبلتني عندي 30 فرماسيين في الريون دارين بيئة نعمل 40 كم ل 50 كم خويا صاحبي ذاك لا جسما كتولي لصاحبك لا جسما كتولي لصاحبك ما فامش قدلون ابل دوفر ولا حاجة ولا فامك كان فاما اوكي ما عنديش فكرة انا رقيق فولي تربح لصاحبك تعانا مشكلة فاما وينازم نكون فاما أبل دوفر مش ابل دوفر مش ابل دوفر انا هنا يقول جسما تربح ثم ثم كوبيناج ثم ترافيك في الحكاية اني نمشي للربح في صاحبي لا انت يسبيك شيد الجامعة متع صاحب شيد الجامعة متع صاحب شيد الجامعة متع صاحبك ما كشل جامعة صاحبك وهذه مشكلة هذي صاحبنا وذي متاعنا هذي كموضوع اخر تكون نجيوه باي 60 مليون دوما وين الدويات ما ثماش قالوا اتلي فت باي انا اتلي فتد دويات يا رسول الله باعتين انا محضر اتلاف دويات نحكي ب 600 مليون رف ما ثماش وين الدويات ما ثماش محضر اتلاف ما ثماش رحكيوه على جامعة وراحكيوه 600 مليون هذي ما ثماش حسبت ايجابتهم هما للربونا متاع الهيئة لا اعطيك صح معنى الهيئة خطلهم وين الدويات قالوا لهم ملقينا ايج دويات باي شا عملتوا باي اتليفنا باي اعطيك ما صح باي نطل في الدويات دجا مشكل خطل الدويات الدوري ده باي نطل في امتاعها طويلة لكن ما يسيلش اتلافتوها على الان ورا سيتو ما تعرفوا سيتو انت باي بابريتو خوك فرماسية تعرفوا اعطيونا السيدي وين اتلافتوه ما ثماش ما ثماش ما ثماش ما ثم حتى دليل انو دويات هذيكة ما تهزيش البلاس اخر ما ثم حتى الدليل ان دويات هذيكة ما خريش عودة تباعت عنكم تحفوظات انت الفمسيل تعال محمدية تابعة ايه مذكور اسم الشخص يعني ما عندو حتى تعليق بها التجارية لا لا مش هذك في قراءة اولى على القل الموضوع اللي حكيتو في الساتوري ذاك موضوع اخر الاتهامات الشقيقة لأيس الجامعة مش في موضوع الادوية في موضوع الادوية مش في هذي اه مش في هذي خلنفضت حوالة السيدة المستمعي وعليش تجدم واجيه اخو ودية وخرج عمل طاولة وكريس يوبشي قضيين يوبش شعب يبدو انه مفي بالوش اصلا اللي عندو بحث محلو شنين القصة سيدي؟ ثم في المكتب تحكيخ المستاش بحث ضد شيء اه واجيه ووديع جاريه ومسير النادي في الدرجة الوطنية انهم عملي شركة متاع الدواء ويهربوا في الدواء الليبيا والبحث محكمة مفتوح يثبتو هل الحكاية صحيحة او المصحيحة في المكتب المستاش كي خلس حكاية الدوية متاع الجامعة سيد القافي قال سنة 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 مدام فيها دوية يطلعشي منه فيه زيت واقليه يطلعشي دوية المختفين في الجامعة عندهم علاقة بشركة هذي يجيبولي التقرير خنثبت هذا واقع هو عليس تضم وعمل لك الفيلم الطاولة كريتيزهر اللي مفي بالوش اصلا اللي عنده تحقيق محلول فيه هو وشريكه اللي مسير في الرابطة الوطنية اولى في الموضوع ذي كان يمشي للمكتب الخمستاش فرابطة موجود عضو فرابطة اي شوف لا لا رئيس جامعية رئيس جامعية رئيس نادي كورت قدم اه مش تقصد عضو فرابطة لا 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 اذا كان يمشي قول اسمه تنقل اسمه في الوقت المناسب لانه علاش ما قولش اسمه توا تحقيق مفتوح نجم القاضي بعد يقول مثلا ما شيره اما التحقيق الحقيقي مفتوح في المكتب الخمستاش يثبته في الوضعية هذي كانوا حالين عليهم على السميت اسم شريخ لا اسم جامع انا نسميتوش من اللي نقول خوب هو خرج عمل طوله كراس ياملو وراني يخطه مع معروفين الزخويتهم هو قال حتى في استاتيهم تاعلي يجيه وقال بشتلع بعض النقطة هذي انت بالله يسمى نقطة نحب اقولها اه ينجمي اه يش كبيره رو الذهاب الى القضاء عمل نبيل حتى مشكل مع انسان انو يمشيش كبير الاصل في الامور لما انسان تحس انو ظلمك تمشي القضاء وهذا عمل نبيل اما يقول لي كانك راجل طوله كلام طوله انتع فرماسيان يا رسول الله كانك راجل معنى انحطات وانسفاف انا شو نقول هو هو غيره انا متنازع الحصانة تماما من حق مني متخبي وراه حتى اي نوع من انواع الحصانة زيتك اكثر مستعد تتخلي عليها الحصانة متخلي عليها في كل القضايا اللي يرفحها اي شخص او اي مؤسسة ضد التزام اماني فالخلاش قلتك تخليل عليها عشرة اخف مره الحصانة مش تماما عندي حتى مشكل منحب يشترم العقام ما نعطيكش حاجة ممكن نقولها الا اول مرة النايب لم يقول كلم تحت قبة البرلمان في القبة والجلسة معمولة متنجمش تشكي بيها مهما كان الكلام تحت القبة اسم الحصانة الموضوعية انت كتمشي المحكمة تقولوا نحب نشكي بالنايب لفلاني خاطر وقت الجلسة بالعقدة قال الكلام لفلاني يقول لك ترفف فصل في الدشتورة اذا اي شنا عمل انا يواني تم كلمه وقلوه سحت القبة وقلوه في الفيسبوك باش ينجي مشكي بيها كاني غالط باش حقه ما يضيعش فاذا هو او غيرو عندهم يشوفوا كلامي فيه غالط اش بينات نحن بينات القبة وانطمنوا هو او غيرو احنا في امل وعمل ما تمسكوش بالحصان ما ناخدوش حق الناس ما ناخدوش حق الناس اتحمل مسئوليتي كاملة كاني غالط ولا غلطوني اتحمل مسئوليتي كاملة ونعتذرلك منفوق وشد الحبس متاعي ما عندي حتى مشكل على فكرة هنا اتصلت بي هيدا سيد وجيه الجريح حبيتو يوضح حكاية الادوية هيدا كيف كيف متحصلتش عاليه